اجتمع معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم مع سعادة الفريق أول زبير محمود حيات رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق لها فلدى وصول سعادة رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية إلى ببنى القيادة العامة جرى عصف سلام الضيف ثم جرى تفقد حارس الشرق بعدها عقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجاي منتين واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية إلى إجازة عن قوة دفاع البحرين ومدى تطور الذي حظيت به في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وقد أكد معالي إلى أن هذه زيارة تأتي في إطار تنمية وتقوية علاقات التعاون العسكري بين البلدين الصديقين وأكد معالي على أهمية تبادل مثل هذه الزيارات التي تسهم في تعزيز وتدعيم علاقات الصداقة كما قام الوفد بزيارة إلى الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني حيث كان في استقبالهما اللواء الركن بحري عبدالله سعيد المنصوري أمير الكلية وعدد من كبار الضباط هذا وأقم معالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين مأدوبة غداء بنادي ضباط قوة الدفاع البحرين تكريما لسعادة رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية تكريما لحظة دوطني اشتركوا في القناة